أمور كثيرة يحتاج الصائم إلى استعمالها وقد يظن أنها تبطل الصيام وهي ليست كذلك مثل المضمضة والاستنشاق بدون مبالغة والاكتحال وتذوق الطعام للحاجة ومنها حفر السن وقلعه وتنظيف الأسنان بالسواك أو الفرشة مع الاحتراس من وصول المعجون إلى الحلق والأحوط في المعجون استعماله بالليل منها غسول الأذن وبخاخ الربو والأقراص التي توضع تحت اللسان للوقاية من الأزمات القلبية وبخاخ العلاج الموضعي للفم ولا يتعمد ابتلاع شيء مما سبق وإيصاله إلى الحلق ما يوضع في المهبل من تحاميل أو غسول ونحوه والإبر العلاجية الجلدية أو العضلية أو الوريدية باستثناء الإبر المغذية فإنها مفطرة وكذلك ما يدخل الجسم امتصاصا من الجلد كالأدهنة والمراهم واللصقات العلاجية وإدخال من ظار من خلال جدار البطن أو من المعدة إذا لم يصاحبه إدخال محاليلة أو مواد أخرى لقد يسر الله لنا الدين ورفع عنا فيه الحرج وصدق نبينا صلى الله عليه وسلم إذ قال بعثت بالحليفية السمحة